السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو تعدد المهام في الأنظمة المتنقلة Multitasking in Mobile Systems التسلسل الهرمي لعمليات أندرويد Android Process Hierarchy بسبب قيود الموارد مثل الذاكرة المحدودة قد تضطر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة إلى إنهاء العمليات الحالية لاستعادة موارد النظام المحدودة بدلاً من إنهاء عملية عشوائية حدد أندرويد تسلسلاً هرمياً مهماً للعمليات وعندما يتعين على النظام إنهاء عملية لإتاحة الموارد لعملية جديدة أو أكثر أهمية فإنه ينهي العمليات بترتيب الأهمية المتزايدة من الأكثر إلى الأقل أهمية يكون التسلسل الهرمي لتصنيفات العملية كما يلي عمليات مقدمة Foreground Processes عمليات مرئية Visible Processes عمليات الخدمة Service Processes عمليات الخلفية Background Processes العمليات الفارغة Empty Processes عملية المقدمة Foreground Processes هي العملية الحالية المرئية على الشاشة والتي تمثل التطبيق الذي يتفاعل معه المستخدم حالياً العملية المرئية Visible Processes هي عملية غير مرئية مباشرة في المقدمة ولكنها تؤدي نشاطاً تشير إليه عملية المقدمة أي عملية تؤدي نشاطاً يتم عرض حالته في عملية المقدمة عملية الخدمة Service Processes هي عملية مشابهة لعملية الخلفية ولكن تقوم بتنفيذ نشاط واضح للمستخدم مثل بت الموسيقى عملية الخلفية Background Processes هي عملية قد تؤدي نشاطاً ما ولكن ليس واضحاً للمستخدم العملية الفارغة عملية لا تحتوي على مكونات نشطة مرتبطة مع أي تطبيق في حالة وجوب استعادة موارد النظام سينهي أندرويد أولاً العمليات الفارغة تليها عمليات الخلفية وما إذلك تمنح العمليات تصنيفاً هاماً ويحاول أندرويد منح العملية أعلى تصنيف ممكن على سبيل المثال إذا كانت العملية تقدم خدمة ومرئية أيضاً سيتم تعين التصنيف المرئي الأكثر أهمية لها علاوة على ذلك تقترح ممارسات تطوير أندرويد اتباع رشادات دورة حالة العملية عندما يتم اتباع هذه الرشادات فإنه سيتم حفظ حالة العملية قبل الإنهاء واستئنافها في حالتها المحفوظة في حالة عودة المستخدم مرة أخرى إلى التطبيق شكراً لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته